من الإسلام أخلاق بها نسمو إلى الأعلى الجمال في الإسلام نفس تضيء وهمة تتوقد هذا ما نسعى إليه جميعاً في هذه الأيام الطيب المباركة و بدايات العشر الأواخر كيف نصل نفسية الجميلة ما هي صفاتها هذا هو محور حديثنا اليوم مع ضيفنا الدائم والجميل الدكتور علي بن حمزة العمري رئيس منظمة فور شباب العالمية حيك الله دكتور علي الله يحييكم و برك الله فيك و نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منه و منكم آمين يا رب هذه الأيام العشر و أن يبلغنا و المسلمون شهر رمضان المبارك و هو راضي عنها اللهم آمين ماذا يحتاج الإنسان في بداية هذه العشر سواء من نفسي أو غير ذلك يعني هذه الأيام الفاضلة حتى يقبل عليها و ينال رحمة الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله و صلى الله وسلم و مبارك على سيد رسول الله اللهم صحيح يعني أعظم ما في هذه الأيام العشر هي ليلة القدر و استعداد المسلم لها و تهيئته و تربية ذاته على أن يتفرغ لهذه الأيام يدل على أن المؤمن طائع لله المؤمن حريص على رضوان الله تبارك و تعالى و ذلك و يتحرى كلمة يتحرى في الحديث ليلة القدر معناها أنه يبذل جهده لما نقرأ القرآن الكريم ليلة القدر خير من ألف شهر يعني سبحان الله أيام محدودة يعتكف فيها المسلم و يجتهي و يتفرغ عن الدنيا و يرتب أوضاع بيته و أهلي حتى يحسن فيها ثم تكون النتيجة هي خير من ألف شهر ما أعظم هذا الفضل لكن لا بد أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا من خلاله كيف نتهيأ لها على تحر و هذا التحر يحتاج من الإنسان أن يتفرغ و يحتاج من الإنسان أن يربي ذاته نعم المسلم له أعمال و له أشغال في واجبات حياته و لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن ينقطع شيء من الوقت شيء من التفرغ و إما في مسجده القريب منه أو في الحرمين لمن هم في أجوار الحرمين أو في مساجد يذهب إليها في حسب الطمانينة و الراحة و كذلك يخفف على أهله من الأعمال و الأشغال و الطلبات حتى يستعدوا هم كذلك إلى استقبال هذه الروحانيات فعلى الأقل يعني يشاع القرآن و يسمع في التلفاز و يبدأ الإنسان يجرب و يصلي فتتهيأ النفوس جميعا لتحري هذه الليلة المباركة طيب أنا ذكرنا النفوس حديثنا اليوم عن النفسية الجميلة بعض يقول نفس الإنسان هي أصعب في هذه الدنيا كثيرة التقلبات و كثيرة الأحوال المتغيرة فيها كيف يمكن لهذا أن تكون معه نفسية جميلة يعني عندما يخلق الله سبحانه و تعالى هذه النفوس بين لوامة واطمئنة و أمارة بالسوء و لوامة و المطمئنة يحس الإنسان أنه ضعيف في الحقيقة لأنه بين يدي الله تبارك و تعالى ابن القيم في إغاثة الله فاني يقول ممكن في الساعة الواحدة أن تتقلب هذه النفس يعني في لحظة الآن هو مطمئن و مرتاح في لحظة يمر عليه باتصال هاتفي موقف يهزه فيحتاج منه إلى صبر و إلى ثبات يتعرض إلى فتنة فربما و لعظه بالله يتعرض لها فيؤذى و تجرح نفسه فإذن هو يتقلب تحت هذا أحد النسوة رأت رجلا في ظاهرها الطيب و في ظاهرها الخلق الكريم لكنه قارب و همّ بها فقالت أما ينهاك عن تبع الصبى معاليك و الشيب الذي قد تبين يعني قلت الشيب باين فيك فما لك لا تنتهي عن هذا الأمر فالنفس و إن كانت كبيرة و الإنسان و إن كان قد جرب الحياة و خبر لكنه أحيانا يضع في لحظاته معينة و هذه التي يحتاج الإنسان إذا أن يضبطها و أن يهتم بها حتى الصغير يعني يدرب على النفسية الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم في السير أنه مر على أم سليم فوجد ابنها خائر النفس ثقيل عليه نفسه و يبكي و يتأثر فقالت أم سليم ماطت صعوته و الصعوة هنا الطائر الصغير فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا الطفل الصغير و هو يتأثر بالموقف الذي حدث له و كأن الله سبحانه وتعالى يدربه على الأقدار بحيث إذا مر في هذه اللحظة بمثل هذا الموقف فيكبر و إذ به يستطيع أن يصبر و أن يتحمل فالإنسان يمر الطفل يمر بحالات الكبير مهما كانت لديهم الخبرة و تجارب الحياة أيضا يمر بحالات و نحن نحتاج في الحقيقة أن نوازن بين هذا و هذا بل إن الإنسان في لحظة المنام يعني تلاقيه يستلقي بعد رحلة من المعاناة تهجم عليه يعني كفاية نفسه وهي حاضرة في الحياة كذلك ينام فتجد بعد المنام نفسيته إما أن تتغير إيجابيا و إما أن تتغير سلبيا أحد الشعراء يقول عن حبيبة كان يتخيلها فرأاها في المنام قال فحيت فحياها فهبت فحلقت مع النجم رؤية في المنام كذوبه يقول تخيل زوجته فحياها و سلم عليه هو ناعم الآن و حلقوا مع بعض مع النجم يعني طلعوا إلى أعالي الفضاء و هم يحلقون و يتخيل المنظر الجمالي إلى أعالي السماء لكن في النهاية رؤية مع المنام كذوبه طلعت رؤية غير صحيحة لكنه حلق فلما يستيقظ الصباح يجد نفسه من شريحة هكذا سبحان الله طبائع النفوس نفسه التي قد حلقت بالحب فوق الأنفس يوما أراها أحسنت صنعا وأياما تسي مرة كذا و مرة كذا طيب هنا نهى عبد الرحمن و وردة محمد تتكلمون عن النفسية الجميلة و ضغوطات الحياة صعبة جدا هل يمكن مع كل هذه الضغوطات التي تواجهنا و التي نعانيها في هذه الحياة أن نحصل على ذي النفسية الإمام القشيري في رسالته يذكر عن أمرأة عجوز من بغداد ذهبت إلى مسجد من المساجد سمعت الموعظة و تأثرت بها سبحان الله نفسيتها همت لتقول كلمة فقفت و قالت أمام الوعاظ وأمام العلماء في مسجد بغداد الكبير فقالت يا أيها الناس عندما كنت شابة صغيرة كنت أحس بارتفاع الإيمان و زيادة هذه المعاني الراقية ولكني لا أحس بهذه الأحوال اليوم فهي ربطت المشهد إلى أنه في صباها و في صغرها كانت تشعر بهذا المعنى معنى الرقة و طيبة النفس و هدوء البال لكنها الآن لما كبرت ما أخذت تشعر بهذا المعنى تكاثرت عليها أمو الحياة تكاثرت عليهم الحياة و تقول أن هذه النفسية الراقية هذه الروح الجمالية الإيمانية لا أحس بها الآن فأنا لما كبرت ضعف نشاطي و ضعفت همتي الحال نفسه مر على سعيد النورسي رحمة الله عليه و قال أحدهم له يا إمام لقد أحسست أنني قد تقهقرت و ضعفت في الجانب الإيماني عندما كنت شابا صغيرا كنت أحس بالأذواق و بالأنوار كنت أتذوق الطاعة و أحس بالأنوار محيطة به الآن لما كبرت ما أشعر هذا المعنى فقال له سعيد النورسي رحمة الله عليه أنت الآن قد وصلت لما لأن هذه المرأة العجوز و هذا الرجل الذي جاء لسعيد النورسي أو تلك التي وعضت في مسجد بغداد عندما يكبر الإنسان و معه إيمانه و روحه يحس بالتواضع و يحس بالذلة لله تبارك وتعالى و الخوف بين يديه فهو يقول أنا عندما كنت شابا صغيرا كنت أستطيع العبادة أكثر و أستطيع الاعتكاف و الصبر الطويل أنا الآن أخشى و أخاف أنني لا أستطيع ذلك و أتمنى أن أعود إلى هذه الحالة فهو لو تأمننا ابتعد عنه الغرور و أصبح يتكلم عن ضعف نفسه و عن ضعف حاله أمام ربه هذا المشهد هو المطلوب و لذلك قال له سعيد النورسي رحمة الله عليه قال لقد وصلت وصلت إلى المعنى المطلوب وصلت إلى الرقة المأمولة فالإنسان عندما يصل إلى درجة التواضع و الحب لله و الخوف من عقابه و تجد كل ما يمر عليه مشهد أو موقف يتأثر به صحيح لم يصل إلى السمو المطلوب و لكنه في قرارة نفسه هذه العودة هذه الفيئة هي المأمولة و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي و ليقول لقست هو المعنى واحد فرق العبارة فرق العبارة يعني لا يزيد الإنسان من انتهام ذاته فهو كلما وجد نفسه قد ذهب و سجد و أطاع الله تبارك و تعالى و خاف من عقابه فهذه قمة الروحانية و قمة ما يرجم عند الله طالما كان بعيدا عن التكبر بعيدا عن الغرور و أصبحت الدمعة تنزل بسهولة و حزن النفسي حاضر في الخوف من الله فهذا هو المأمول يعني كأنك تشير إلى قضايا إيمانية بحتها هي التي تتجمل النفس أنا فهنت من كلامك حنا تكلمنا عن ما يتعلق بهموم الحياة و ضغوطاتها و تأثيرها عن نفسية فإنت حلتنا إلى قضايا إيمانية هل هي التي تؤثر بدرجة كبيرة مستوى الإيمان عند الإنسان و الذي يؤثر في نفسيته يعني عندما نحن نتكلم الآن عن النفسية الجميلة حديث النفسية الجميلة قطعا مرتبط فيه الإيمان يعني النفسية الجميلة ليست هي قضية الأشكال أو العطر الذي يعطر به الإنسان و ملابسه الابتسامة و السعادة و الإشراح النفسية الجميلة أول شيء هو الرضا بالها الإيمان بالله سبحانه وتعالى لذلك قيل لسفيان ابن عينة رحمة الله عليه من أفقر الناس قال لا أحد دون أحد لا أحد دون أحد ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله كلهم مدام كل الناس فقراء إلى الله تبارك وتعالى فخلاص أنتم كلكم سواسية يعني ليست القضية بغنى من يسكن في قصر أو غنى من يسكن في غرفة صغيرة كل الناس فقراء إلى الله تبارك وتعالى الإنسان فقير مال و الله سبحانه وتعالى الرازق الإنسان فقير صحة و الله سبحانه وتعالى هو الماضي الإنسان فقير حتى عقل و فكر و الله سبحانه وتعالى هو الواهب فكل الناس فقراء إلى الله تبارك وتعالى فهذه النفسية الجميلة هي النفس التي ترضى عن الله و تتماسك تكون متماسكة داخلية مهما جاءت صعوبات في الحياة ومهما مرت فتن الحياة أعجبني ابن عطية عليه الرحمة الله لما فسر قول الله تبارك وتعالى فلولا كان من قرون من قبلكم أولو بقية أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض قال أولو بقية هم أولو عزم وأولو حكمة وأولو نظر فالناس تحتاج أن تنظر إليهم تحتاج إلى أن تعود إليهم النفسية الجميلة هي النفسية المتماسكة لديهم من الحكمة ولديهم من البصيرة ولديهم من التأمل الإنسان ممكن يمر في فتن الحياة ويلجأ إلى هذا الرجل لأن نفسيته هادئة ولأن لديه من الرزانة مزين بزينة الحكمة وزينة البصيرة تجد يساعدك في كثير من أمور الحياة فأنت تمر عليك فتن فيثبتك كما قال المتنبي لسيف الدولة عندما ماتت أمه قال وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال يقول الناس تأصف بهم الفتن وتأصف بهم المشكلات وتمر عليهم الأقدار كما شاء الله سبحانه وتعالى منها الثقيل ومنها الخفي لكن حالك واحد في كل حالي هذه النفسية الراضية هذه النفسية التي نعم هي متأثرة ببعض الأحزان وبعض الآلام ولكنها متماسكة وثابتة هذه النفسية الجميلة المطلوبة جميل طيب هنا سؤال من منارة الهدى تقول بعض الشخصيات تكون جميلة في أحوال معينة مثلا عند أهلها وفي ظروف إيمانية معينة ثم إذا ابتعدت عن أهلها تتنقلب هذه النفسية نعم الإنسان شوف من طبيعة إذا قلنا يمر في الساعة الواحدة بظروف مختلفة نعم فمن طبيعة الحال أن الغربة لها حنين خاص الغربة لها حنين خاص وهذه ترى من عجاب بأسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه أنت الآن أمام مشهد بسيط في التلفاز تشاهده ما تدري إذ بالعين يعني قاعد تدمع يروح إلى منطقة بعيدة فيبكي ويتأثر لما؟ لأنه تذكر موقفا تذكر حنينا إلى بلده وإلى وطنه أو موقف طيب مع صديق أو حبيب هذه المشاهد هي من رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد لأن العبد يعني ما هو إلا إيش ما هو إلا هذه النفس النفس التي تجاذبه من هنا وهناك فطيبته جماله أنسه روحه التي تتألق وتشرق إنما في مثل هذه المواطن الوفاء ما معنى كلمة الوفاء الوفاء الإنسان يتخيل موقف عندما يتذكر أمه الآن التي ماتت أو والده الذي مات ويدعو الداعي في الصلاة فمباشرة يستشعر مواقف جميلة يستشعر صبر طويل كان من الأبوي فتدبع عينه ويتأثر هذه الروح الشفيفة التي يدعو إليه الإسلام في حالة تقلب هذا يعني كيف يتعامل الإنسان مع النفس إذا أقبلت أو إذا أدبرت إذا كانت في حالة ضعف شوف سبحان الله كثير من المواقف الحياة تجد أناس هذا الذي قلناه عن المتنبئ مع سيف الدولة موجودون في الحياة يعلمونك أسرار النفس الطيبة أسرار النفس الجميلة هي ليست كتابا تقرأه ولا بيت شعر تتغنى به هي في الحقيقة مواقف أتذكر الشيخ عبدالعزي بن بازر رحمة الله عليه كان يروي من صاحبه أكثر من عشر سنين وهو يخدمه و يسانده ذكر هذا في كتاب في قصة معه فمرت عليه قصص كثيرة كل من حول الشيخ يتكلمون عليه هذا المرافق الخاص للشيخ عبدالعزيز فمره بعد تقريبا عشر سنين يعني بلغ به الحزن والأسر و كثير تكلم عليه فذهب الشيخ في خلوة و قال له يا شيخ يعني أنا خلاص أريد أن أفارقك للهم الذي أصابني و للأحزان التي مرت به و لكثرت كلام الناس عليه فمسك على يديه الشيخ عبدالعزيز رحمة الله عليه ضاغطا و قال أننا نمر بظروف أكثر مما تمر به أنت تصبر و تحمل فهذا الموقف فعلا يعني خلاص خارت قواه و وقف أمام هذه الكلمات الضعيفة نحن نمر بمواقف أكثر منك و أمور أصعب منك و نتحمل أشياء كثيرة ولكن نعم لست وحدك كلنا يعني في الهم شرقه كما يقولون فعندما هذا يناجي هذا و هذا يسمع من هذا كما قلنا الشجاء يبعث الشجاء فأنت تقول قصة و أنا أقول قصة و خبر و أنت خبر يخففون على بعضهم فيخففون عن بعضهم طيب لو أعرضنا أن نلخص الأهم الصفات التي يمكن أن تتوفر في النفسية الجميلة التي تشرق بهذه المعاني الجميلة إذن نحن تكلمنا عن النفسية المتماسكة هذه النفسية المتماسكة عندما نقول عنها إذن هي نفس صبورة نفس هادئة نفس متأملة عندما نقول النفسية الجميلة هي نفس الرزينة الحكيمة البصيرة هي التي لا يرمي بها الإنسان في الشبهات لا يرمي بها الإنسان في أماكن الشهوات لأنها ستضطرب بطبيعة الحال أنها تضعف تجد الإنسان صاحب شكيمة و يذهب إلى الأماكن الطيبة إلى الأماكن الصالحة إلى الأماكن التي تنفعه فتعود بالمعلومات وتعود بالأفكار و ذلك يعني طبيعة النفس الجميلة هي التي ليست حكرا لأحد و ليست مقيدة لأحد لا لطائفة ولا لحزب ولا لمجموعة محاولة هي التي تحركه بالكنترول يعني الأب الآن المسلم في حرية مطلقة في حرية مطلقة في الحقيقة و قد أعجبني كلام الإمام مالك بن نبي عليه رحمة الله و أنا أسميه إمام في الفكر يقول لم يخلق الله الإنسان حرا إنما خلقه ليكون حرا هذه الحرية المطلقة التي جعلها الله سبحانه و تعالى لك لكن فيما هي مع الله تبارك و تعالى لم يخلق الله الإنسان حرا إنه خلقه بفترته و فترته تدل على الله و سوى ذلك هو حر طليق يفعل ما يشاء في حدوده هذه الحرية التي ضبطها الله سبحانه و تعالى له حرية مطلقة في الحقيقة يسافر أين يشاء و يأكل ما يشاء و يتعامل مع من يشاء و يصاحب من يشاء لطالما وجد هذا الضابط الذي يرضيه الله تبارك و تعالى داخل حدود الشريعة فإذا يجب أن نساعد الناس على هذا المعنى الجميل نعم طيب دكتور علي ربما هناك الكثير من الناس يرى بعض الوسائل التي تؤدي لنفسي الجميل البعض يقول نظرية يومك يومك هل تساعد عيش يومك و بعدين نعم أوافق على هذا المعنى في جزئية نفسية ولكن النفس الرزينة النفس السوية النفس الجميلة هي نفس التي تخطط وتستشرف المستقبل وتنظر إلى آفاق الحياة لا ينظر إلى لحظته الآن الآن هو يعرف أن هموم قادمة يعرف أن هناك مشكلات حاضرة فإذا كان يعيش فقط في لحظته فإنه لن يفكر شيئا لكن يومك يومك بمعنى أنك لا تستقبل الهموم والمشكلات والمصائب و هي لم تأتي لكن يجب عليك أن مثل النظام الكوارث أنت تعرف أقدار الله تبارك وتعالى ولكن تستعد لها وتصنع الخطط حتى لا تأتي المصيبة في لحظتها إنسان مديون و يعرف أنه بعد سنة سيطالبه صاحب الدين وهو لا يعمل ولا يجتهد ولا يعني يعمل خارج دوام ولا يرتب أمور ولا ظروفه فإذا جاءت اللحظة بدأت الهموم والغموم تحيط به من كل مكان و زي ما قال الشيخ عبد الفتاح أبو غده دبرني دبرني يعني يأذي زوجته و يتكلم عليها فإذا ما طلقها رجع ذليلا للشيخ و يقول يا شيخ دبرني فهذه مشكلة الناس يومك يومك نعم بمعنى أنك لا تستقبل الهموم والمشكلات ولكن في الوقت ذات يجب أن تتأمل و أن تخطط و ترتب في الحياة طيب هيروشيما و فاطمة الحرب يقولون كن جميل أن ترى الوجود جميلة هل فعلا الإنسان إذا كان ما داخله جميل سيرى كل ما حوله أن كان صعب جميلة أفلاطون عنده قصة جميلة يقول دخل مرة إلى حديقة فبجأت بعض الناس يذهب مباشرة إلى نوع من الورود إلى نوع من الأزهار و يشمها و يذهب و يبتعد فقال أفلاطون أن صاحب النفس الجميلة هو الذي يحب كل الورود فكل ما يحيط به يفترض أن يحبه يعني أنت عندما تمر على النجار و هذا النجار قاعد ينحت الخشب و يجعل منه أشكال جمالية في الحقيقة هذا يتجاوب معك لأن هذه القطعة الخشبية ستزين بيتك أنت عندما تمر حتى على سيف الأملح و تجده مثلا في سوق من الأسواق و هذا السيف ستقطع ربما به رؤوس لكن في الحقيقة قاعد تشيع العدل في الأرض و قاعد تشيع الخير في الأرض و قاعد تمنع الظالم من أن يستمر في ظلمه فكل ما يحيط بك هذه الآلة الحديدية الصماء أو ذلك الخشب الذي ينحت هو محيط بك فلذلك يقول أفلاطون عليك أن تحب كل الورود في البستان لا أن تحب وردة واحدة فهذا هو المعنى الجمالي المعنى أن كل ما يحيط بك يفترض أن تحبه ألا أنت في الشارع تحب عامل النظافة و تسلم عليه و تفرح به و تأنس به لماذا؟ لأنه شيع لك جمالا في الحديقة أو جمالا بجوار البيت و أنت تحب مؤذن المسجد و تحب المعلم و تحب الصديق و تحب الجار لماذا؟ لأنك لو كنت في قرية خالية و لا يوجد بجوارك أي إنسان يعني تعيشه و تساكنه حتى لو لم تلتقيه إلا بشكل قليل فهذا يمنحك شيئا من جمال الحياة فأنت شاكر له و أنت معطيه هذا المعنى هل الجمال الداخل يقتضي نشر في من حولنا؟ يعني بعض يقول أنه يحتاج إلى أن ننشر هذه النفسية كيف ممكن أن ننشرها؟ يعني لا يكتفى الإنسان بنفسه لا أكتم كسر سئلت مرة من هم أصدقاؤك؟ فقلت والله أصدقائي كثر في الحقيقة لا أستطيع أن أقول والله فلان هو الصديق الدائم بشكل مستمر لماذا؟ هذا يشع بابتسامته و هذا يشع بفكره و هذا يشع بعطائه و خيره و نبله و هذا يشع بزيادة زهده و و رائه و هكذا فقد لا تجد أن الإنسان تجتمع فيه هذه الخلال و الصفات لكن على الإنسان أن يتطبع بهذا أن يمنحك هذه الصفات الجميلة فأنت تأوي إليه في لحظة الحاجة إلى المعرفة و العطاء فيعطيك ما يقويك في الحياة تذهب إلى آخر فيه من الجلد و الصبر و التؤدة و الحكمة ما يمنحك أيضا أشياء جميلة في الحياة وهي تسندك بشكل كبير و تذهب إلى آخر فتجد الدنيا كلها صغيرة و حقيرة يعني بين جنبيه فحينئذ تسعد في الحياة تذهب إلى رابع و إذ به يملك من الأدب و الشعر و الغناء الهادف و العاطفة المشبوبة من الجمال و من الأنس فيرتقي بك في عالم الحياة تذهب إلى رجل إيماني رجل فيه من الرقة الفؤاد و فيه من أنس الضمير فتجلس معه فتحب الحياة و تحب العبادة و تأنس بها و هكذا هو الإنسان يحتاج من يؤنسه و يحتاج إلى من يسليه و يضحكه و يحتاج إلى من يكون فيه الجانب القبلي الاجتماعي الذي يأتي بالطعام و يطبخه في الاستراحات و في غيرها هذه الأصناف المختلفة هي في الحقيقة تشع على هذا الإنسان و من استطاع أن يتطبق أو أن يتخلق بشيء من هذه الصفات كلها فهذا الإنسان الذي قد كملت فيه النفسية الجميلة طيب يبدون لدينا الكثير حول النفوس و كيف نصل لجمالها لكن أستاذي لن يكون في الغد إن شاء الله عز وجل نحن في هذه الليلة الفضيلة نحب أن نختم إن شاء الله في العشر كلها بدعاء لعلى الله عز وجل يقبلنا يا رب فقط نودع المشاهدين ثم نبدأ إن شاء الله مشاهدي الكرام نازال الحديث موصولا عن نفسية الجميلة غدا بحول الله عز وجل نستكمل الحوار حول كيف نصد و كيف نشيع هذه النفسية الجميلة في نفوس من حولنا هذا يكون بحول الله عز وجل في الغد أما الآن فندعو الله عز وجل لعل الله يقبلنا في هذه الليلة استودعكم الله و الآن نختم مع دعاء الشيخ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى و صفاتك العليا بأنك أنت الله الواحد والأحد الفرض الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوان أحد اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد و على أهله و صحبه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى و التقى و العفافة و الغنى اللهم أحسن عاقبتنا في المور كلها و أجرنا من خزي الدنيا و عذاب الآخرة اللهم إنه قد أقبلت هذه الأيام العشر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر و أن تراضن عنا يا ذر جاي و الإكرام اللهم جعلنا في هذه الأيام البارك من عتقائك من النار و من المقبولين اللهم أنصر دينك و نبيك و سنة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم اللهم أنصر إخوان المستضعفين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل أرض نذكر فيها اسمك الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم افكك بقوتك أسرهم واجبر برحمتك كسرهم وتولى بعنايتك أمرهم اللهم كلهم عونا ومعينة ومؤيدا ونصيرا هبل لهم لهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا اللهم فرج عن إخوان المسلمين في الصومال اللهم تقبل منا إنك أنت السمي العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمارنا وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ساعة اللقيا لتحلو ساعة اللقيا جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الأغلى بنهج شريعة الأغلى من الإسلام أخلاق بها نسمو إلى العلاق